في العرب أيضا ترسيم حدود لبنان وإسرائيل لن يحد من دور إيران في ذلك تفيد مؤشرات كثيرة بأن اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بات شبه جاهز بناء على مقترح قدمته الوساطة الأمريكية وعليه تتجه الأنظار إلى التبعات السياسية لهذا الاتفاق المرتقب وتأثيره على التوازنات الإقليمية وفي القلب منها نفوذ إيران في المنطقة قبل عامين انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة لفضي نزاع حول منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز الطبيعي وتسارعت منذ بداية يونو تصورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر وذلك إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حق الكريش تمهيدا لبدء استخدامه واستخراج الغازي منه وتعتبر بيروت أن وتعتبر بيروت أن الحق لا يقع في منطقة متنازع عليها بينما تقول إسرائيل إنه ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة وكانت المفاوضات بين الجانبين توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تتقدر بنحو 860 كم مربعا تعرف حدودها بالخط 23 بناء على خارطة أرسلتها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة لكن اللبنان اعتبر لاحقا أن الخارطة استندت إلى تقديرات خاطئة أطالبت بالبحث في مساحة 1430 كم مربعا إضافية تشمل أجزاء من حق الكريش وتعرف بالخط 29 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر